موسيقى السلام عليكم أعزاء الطلبة اليوم درسنا بعدنا بلسنة ثري إذا تذكرون قطعة زيت طارق كمناها بالتفصيل وانت المفروض تمتحن بها امتحان يومي زين ودزلنا الأجواب فيديو تعريفي كامل ان شاء الله عن الواجبات اللسنة ثري بقت بها القواعد ما كمناها إذا تذكر كمنا القطعة بالتفصيل وأخذنا تمرينيا في الكراس تمرين اختيارات يأتي على شكل فراغات وتمرين آخر بالكراس قلنا ما نأخذها بالكراس نأخذها بالملزمة زي أنه هو بالكراس اعمل سؤال احنا لا يجينا بالوزارة سؤال ونجاوبه بس أجوبته مهمة جدا وبعدها نتقرأ أسئلة الملزمة الموضوع القواعدي بلسنة ثري لازم تنتبه العزيز الطالب ركزوا إياه موضوع جدا سهل يقول بلسنة ثري adjective ends in ed and ing صفات تنتهي بال ed وبال ing يعني شكل الصفة هذا adjective نقصد بها صفة تنتهي بال ed وال i أو ال ing مرة علينا بالدرس إذا تتذكر زي طارق قال it was the most frightening day of my life كان أرعب يوم في حياتي إذا تتذكر هاي ما قولته أرعب يوم زين شل المطلوب منك تجينا جملة ويقول لك اختار هل تختار الصفة اللي منتهية بال ed أو تختار الصفة اللي بها ing مثل زي طارق جملته لحذكرك إياها جدت يهميا بالوزارة مثلا من يقول لك it was the most frightened frightened أو or frightening day of my life هاي طريقة الامتحان يقول لك اختار يا صفة صاح قواعديا الموضوع جدا بسط أولا خلي في بالك هذه الصفات اسمها adjective of feeling صفات الشعور تتعلق بالشعور هاي صفات الشعور إذن هل احنا رح نحكي عن قاعدة عن كل الصفات في اللغة الإنجليزية لا فقط صفات الشعور اللي شكلها B, E, D بنهايته أو A, N, G هاي تخليها في بالك يعني القاعدة مختصة في ذن الصفات القاعدة اللي احنا نشرحكي إياها انتبه عزيز الطالب شون نختار بالجملة الصفة اللي بيها E, D لو الصفة اللي بيها O, N, G ما أقول لك هسه خطوة أهم من هاي أولا حفظ هاي لازم نسجلها على الكراس انت حاليا بالكراس وصلنا انتبه ويايا تقدر تسجل ملاحظاتك على الكراس Page 8 Page 8 Activity Book Page 8 A, B تعرف شنو A, B يعني Activity Book زين خاف نسيت آني المهم فملاحظاتك تسجلها على التمرين وبعدين تفترك تلازم فاتح الكراس ويايا فهنان أهم ملاحظة تسجلها ويايا حفظ شكل هذه الصفات يعني شنو حفظ شكلها يعني أميزها عن الأزمنة ليش؟ لأن نتواهم باوع هاي مو چنها ماضي بسيط بيها E, D هاي مو چنها ماضي مستمر بيها ING ماضي مستمر باس كونتونيوس اللي أخذناه ووز ING وير ING فهنان هاي أهم خطوة قبل ما أشرح لك القاعدة أكوهات اللات تشرح لها القاعدة يحل التمرين صح؟ أوكي في مالة اجا بالوزارة لقى ووز بالجملة أو وير ركض عليها من على ياصفه البيها ING ايش عبالة؟ عبالة ماضي مستمر لقى يستردي بالجملة ركض عليها صفه اللي بيها شنو؟ الصفم والإيدي عبالة ماضي لأن ما دارس في تركيز ما حد منبه يابا أحفظ شكلهين ذن قاعدتهم مالها دخل بالأزمنة نهائياً إذن نحفظ شكلهين آنوا ياكم من النصفات الشعور؟ فريتن فريتنينج خائف مخيف انترستد متمتع انترستنج ممتع الفضها وراي انترستد انترستنج انترستنج بورد مال ممل بورنج بورنج تايرد تعبان تايرنج تايرنج متعب اكزايتد مثير او متشوق متحمس نفس الشيء اكزايتد اكزايتنج 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 زين هنا أنا مشوق زين مثير زين انتبهوا اياي إذن لأحفظ خمس صفة فريتنج انترستد بورد تايرد اكزايتد اذا يجنب الامتحان بالأقواس مالها دخل الأزمنة شنو قاعدة عزيز الطالب يقول ادجاكتف الصفة انتبهوا اياي هاي القاعدة عن متكتبها اندز ان ايدي التي تنتهي بالايدي تسكرايب The feeling of person تصف وياي القاعدة تصف شعور شخص وهذا الشخص شنو يعني؟ اكيد عاقل ادجاكتف انت ان ايدي الصفة التي تنتهي بالايدي تصف شعور العاقل زين الادجاكتف انتز ان اي ان جي الصفة تنتهي بالاي ان جي يقول تسكرايب The cause of the feeling The things that cause the feeling تصف مسبب الشعور تصف مسبب الشعور نانا لازم تنتبه طبعا على اغلب المسبب يكون غير عاقل لكن مرات يصير عاقل وهاي نسبة جدا قليلة تركز على هاي الاسم يكون غير عاقل المقصود اذا شون تجينا بالامتحان اختيارات مثل هاي يقول اقرع معنى الجملة وافهم معناه وتشوف هاي الصفة المنده توصف المنده نقصد مشاعر انسان نختار الايدي ده نوصف شيء يسبب الشعور نختار الاي ان جي ستقول لي شين الشيء يسبب الشعور مثلا نضرب لك مثال فيلم عند مشاعر الفيلم لو يسبب المشاعر اكيد تجاوبني انت تقول لي يسبب مو؟ فاذا اردى وصف الفيلم في واحدة من هذه الصفات اختار ام الاي ان جي لو ام الايدي اكيد ام الاي ان جي لان القاعدة شا تقول صفة الاي ان جي تصف مسبب الشعور سينما سينما كلش ممتعة اشتختار له ام الاي ان جي بوك الكتاب انا اشتريت كتاب ده اوصف الكتاب بالجمل اوصفه بيمن بصفة اي ان جي كان ممتع انترستنج بوك اذا فيه زين لازم تركز على معنى تقول لي انا مو زيان بالمعاني داما الخطوة ما التي تعرفها معاني الكراس اشتمرين لحنشرحها ونفتهم منه المقصود في الوصف فركزوا يا عزيز الطالب على هذا المثال بس قبل ما نحل انتبهت معانيهن خائف متمتع مال تعبان مثير كلهن مختصات بالشعور اذا انهن صفات الشعور مو مثل باقي الصفات انه فقط مختصات في الشعور كنت ابتلك هذا المثال هذا بوقتها زي الطارق اش قال قال انه كان اكثر زين اكثر فريتنج له فريتنج دي يوم في حياتي او في حياتي او في حياتي على من المقصود؟ ماكو غير الدي هي المقصودة اريدنقول ارعب يوم بحياتي الدي عنده مشاعر لو ما عنده اليوم اليوم ما عنده مشاعر اليوم شي سبب مسبب المشاعر اليوم اذا المسبب اش قايلين يا صفة اش كاتبين لقاعدة اهاي نجي واضحة ان شاء الله تبهوا اياي مثال اخر اقول لك مثلا اي بوت ان انترستنج انترستد بوك وخلصت الجملة انا اشتريت كتاب صح انا موجود عاقل بالجملة هاي هل نذني اليوم ما نقول استاذ انا لقيت عاقل ال ا لا افهمها من المقصود انا الممتع له الكتاب طبعا الكتاب لعده احنا شكوا جايبي بالجملة زين فالكتاب هو الممتع اشتريت كتاب ممتع زين هذا اش يعتبر مسبب للشعور فاش نختار انجي زين ات هذا وزاري وزاري المثال ات ووز او لا انغيرك يا انغيرك يا خلينا ماي فلايت ووز تايرد لو تايرنج ونهاها للجملة الفلايت رحلة جوية رح تتعلم لها بالكتاب رح تجيك اكثر من مرة ماي فلايت رحلة جوية الرحلة الجوية عاقل لو مسبب للمشاعر هي غير عاقل مسببة للمشاعر الفلايت لازم تحفظها لان يكرر مرات بالوزارة وهو موجود بالمنزمة الفلايت الرحلة الجوية هي شنو مسبب للمشاعر فاش رح نختار اذا مسبب تايرنج تايرنج ماي فلايت ووز تايرنج هاي صدفة الووز والاينجي ما لها دخل زين مثلاً امطيك مثال اهنا اللح اكمل لك يمي البوك يستردي صدفة ما لها دخل اصلاً ما تجي يعني مو تشوف يستردي تختار ايدي هاي الملاحظة الاولى الحجان عليه طلاب بالامتحان الوزاري داخل نسهل الموضوع عوالة ازمنة شافية استردي هاي اهم ملاحظة بالموضوع كلها تتوهم بها شافية استردي ركض على الايدي يقول هاي مو فعل ماضي لا هاي مو فعل شكلها هيج املاءها هيج ايدي آينج يشبه لازمنا شون تميزي ستقولي احفظ شكلها انه ذني بس يجني اكتب هاي القاعدة اكتبها عزيز الطالب هاي القاعدة بس تجيني بس تجيني بالاقواس اكتب القاعدة اكتب القاعدة مال هدا خلز منها نرجع اي غوت بورد لو بورنغ اني الحجي علي من الحجي ماكو غير اني ماعندي كتاب سينما فيلم ماعندي فاشلح تختار اي غوت المقصود اني اللي هو شنو عاقل عندي مشاعر صاحب مشاعر فش الصيد I got bored I got bored animal ويمكن يكمل لك في جملة أخرى حس هنا هاي الطريقة الأولى على المعاني واللي هي الأهم وقلنا معاني الدرس بالإضافة لأمثلة الوزارية اللي تيجيك بالملزمة تقراها زين أكو ملاحظة كل شي تفيني ملاحظة تقدر الضيفة بل كل رأس سجلة من يجيك اسم بعد القوس مباشرة أعيد من يجي اسم بعد القوس مباشرة حتى لو أنت ما فاهم المعنى تختار صفة ING لأن تركيبها قواعديا لح تكون مسببة لح تكون مسببة للمشاعر شوف هاي مثلا مثلا علي was very interested شوف هذا المثال كل شمعه interesting person person شخص زين وكمل لك وكمل لك has a lot of funny stories يسولف قصص أو tales he tells نفس الشيء يسولف قصص الضحك بس علم معنى الطالب عرفها مع العلم علي عاقب علي يسولف قصص very interesting person person معناها شخص شوف هاي شون الجملة الوحيدة اللي بها صعوبة اللي وين نلقاها موجودة بالكراس وده يتكرر بالامتحان أعيد لك ملاحظتي من ألقى اسم وراء القوس قلت اسم ما قلت عاقل له غير عاقل بس تلقى اسم تختار i-n-g هاي وهمة الطلاب person شون person شخص والشخص عاقل الطلاب علي من تروح زينانش قاعد لك هنا i-n-g خمسة بالمية اشتجيني عاقل مرات عادي حسب المعنى ما للجملة انه هنا العاقل هو المسبب مو صاحب الشعور يعني انت شخص كل ما شوفه تضحك هذا الشخص ده نحك عن مشاعره لو هو يسبب المشاعر شوف المسألة معاني مثلا هاي الجملة علي was very interested or interesting person اريد اقول شخص ممتع he tells a lot of funny stories يسولف قصص الضحك great stories اذا هو هاي ينتم ضايج يمكن دايبج يمكن فرحان ما نحكي عن مشاعره احنا دا نحكي انه انا من اشوفه اضحك ارتاح ابتسم اذا هذا الشخص مسبب قلتلي دخت بالمعنى اقول لك ماكو مشكلة مو هذا قوس مو جاك اسم بعد القوس مباشرة تختار انجي هذا قانون تقدر تستجلى على الكراس مالتك لكن هل انه دائما يجيني اسم وراء القوس على مو تختار الانجي لا هذا الاسم هنا جاي ماي فلايت غير عاقل اختارين الانجي طبيعي لكن في حالة يعني هاي مساعدة هاي اضافة للقاعدة الاصلية هاي القاعدة الاصلية انه على المعنى في حالة اجي اسم بعد القوس اختار الانجي هاي للمساعدة بس يام ودائما تيجي الاسم بعد القوس وب اينجي هس هاي الملاحظة لازم تنتبه لها ما كلمة person يطلع مسبب اكتب يام هاي شخص ونحن نكتبها على الكراز مسبب للمشاعر مثال اخر عزيز الطالي انتبهوا اياي من اهم الامثلة الوزارية ركزوا اياي وزاري طلاب شطار غلطوا بي وزاري انتبه عزيز الطالي انتبه عزيز الطالي انتبه عزيز الطالي احزي عن اخر انتبه ايش انتبه ايش احزي اللعنة انتبه أحزي انتبه ايش انهم كانوا يبقى الـ wear و الـ was معناها كان خائف هذا أنا ما أخذه حافظه لازم تحافظهن فريتنينج فريتنج فريتنينج عندما شاهدوا القرش شنو معنى سو التصريف مالي سي الفعل سي بالماضي سو سين والمهن وقف الفيديو حفظ لي شكل ذني حفظ لي اياه انه ذني صفات شعور وليست ازمة ارجع لي وياي هسة اذا شغلت الفيديو من جديد او خليتها مستمر اهنان اسألك سؤال انت قاري ما حافظ شكل ذني فعزيز الطالب لازم اهنان انا حافظ شكل هن ها كم مر عدتك يا ها الملاحظة لان اهم شي بالموضوع فهاي هنانة اجى طالب قراها اجى تيب الوزاري ها كم محافظة لان اجى تيب الوزاري اجى تيب الوزاري زين شاف سوه ويا من خبط ويا موضوع شوف التمييز بين المواضيع من اقرة اون اجدا اقرة تمرين دا احلة اون اجدا احل دائما التركيز في الدراسة ارجع لي اسم الموضوع فهنانا باوع اللي ما حافظ ظني ما حافظ شكلهن اجى لقا وير كملت وين راح للماضي المستمر والماضي البسيط تداخل الاحداث واحنا هاي شرحناها بالتفصيل فعباله على ادوات ركض على اليمن ركض على هينج يابا هذا مو فعل مو ازمنة هاي الفريتند والفريتنينج ويا موضوع ويا موضوع ويا صفات الشعور اللي هي قاعدتين الايدي تصف شعور العاقل والاينجي تصف مسبب الشعور ما لها دخل بالازمنة نرجع نقرأ الجملة ونشوف مشاعر عاقل لو مسبب للشعور ذي هم كانوا فراغ انا حافظ معناها خائف هاتنين هم خائف او مخيف زين وين عندما هم شاهدوا القرش عندما شافوا القرش من المقصود بالكلام نريد نوصف القرش لو مشاعرهم هم ذي هي المقصودة هم كانوا خائفين الريدنج والمشاعرهم اذا من يلتصف مشاعر العاقل الايدي لو لا ينجي الايدي بعد ملاحظة اخرى اكو طالب يقول لي استاد انا شفت الشعب كسم غير عاقل لا تبا من دي جيك ادوات ربط وين سو بيكوز اذا هنا انتهت الجملة لان موضوع الصفات الصفة متى وصف اسم او شخص بالجملة الوراها او القبلها ما يصير فانت هنا نبيا جملة جدك الوين توقف اي دوس دوس بريك لعد ادور هنا منو عدي هنا بس الذى الذى عاقل عدهم مشاعر هما خايفين من شافوا القرش هذى الجملة لازم تنتبه لها اذن اللي بيين افكار هنه بزنة الجملتين انا قايلهم للطلاب وموجودات بالكراس هسا لح نجي للكراس قبل ما نجي للكراس انت لازم مش حافظ عزيز الطالب حافظ لازم انتش كلهن هاي داما نعيدها لك نجي اهنا وياي الكراس احنا اتفقنا اللي هي البيج ثمانية تفتحون الكراس وي ايا تكتب عليها صفات الشعور واضيف الملاحظات اللي تريد اضيفها اعيد لك الملاحظات قبل ما نحلم نقرأ الجملة اقراها اشوف من المقصود بالوصف اذا عاقل اختار لصفة ايدي مشاعره اذا المقصود بالوصف مسبب للمشاعر وذن الله حيتكررنا عليك بوك فيلم سينما يعني امور تسبب المشاعر فنختار لصفة اين جي هاي قاعدة ملاحظات اثنين واحدة يقول اذا لقيت اسم ورا القوس مباشرة نعوف المعاني واختار اين جي راح تطلع صحيحة عندك زين ملاحظة اخرى يقول مال هدا خلز منه مو تلقى يستردي تروح على ايدي مو تلقى ووزوير تروح على اين جي ومرات يروح من انت اكو ازوه رو كاينج بس هي مو ازمنة ولا دخل موضوع معاني يالله نيجي نمبر اون شي از نوت فري ان انا قاوس عزيزي انترستد لو انترستنك انفاشن هي ليست جدا مهتمة احنا هاي من ترجمة انترستد انترستنك عندك بالصبور احفظتها مهتم انفاشن بالله احسا البنات يعرفن كلمة فاشن من انهن يتابعن الموضة ولو الشباب همين ابطاء هم اهل الموضة والماركة فاشن الازياء اذن هي ليست مهتمة بالازياء هي احنا جملة انتهتب هاي النقطة ها اكون نقطة اضعك توضيح اخر انت ليه هنا انا تقدر تدور هي ليست مهتمة بالازياء اذا دا نحكي عن مشاعرها احنا لو انا متوهم طبعا دا نحكي عن البنية اشيء اذن الصفة ام الايدي هسا يجي طالب يقول السادة تا مو قلت اذا نلقى اسم نختارها ينجي تبه للملاحظة ذات عيد الفيديو او تكتبها من جديد الاسم اذا كان مباشر مباشر شوف اكو هنا شنو هسا مو مباشر اكو فاصل اذا كانت الاسم مباشر ورا القوس رح اختارها ينجي بدون معانا اتبه وياي عزيز الطالب انا شاهدت سو الماضي قلنا مالات من مالسي شنو معناها شاهدت اتضبط معاني هنا وياي او على المعنى وينضبط شاهدت شاهدت فيلم اون تي في فون موفي يمكن يسوي موفي بالامتحان شنو المشكلة اذا موفي كل فيلم نفس الشي زين المهم اون تي في لاست انايت بس على الطريقة السهلة انه اجاني اسيم ورا القوس مباشر نختار ING نجعل معنى انا شاهدت فيلم مثير انا لو الفيلم المثير المشوق من هو الفيلم طبعا لان احنا ايش جايب يوم زين الفيلم ده نوصفه الفيلم مسبب ما عنده مشاعر المسبب ياخذ ING هاي جاتبي الامكحان طالب لقلاست شو خليت لك اكس مال هدخل الازمنة راح ركض عالي يديه ووصلت الفكرة ان شاء الله مال غلط انا حافظ شكيني ديني صفات الشعور سهلة سهلة هاي نقطأكو هنا اتهت ذي جملة توضيحية اشعر بالنوم بالنعاص ونفر اترى ترى اش وقت ما احاول اقرأ انا اشعر بالنعاص المهم انت ما طول نقطأ لدور هناك من المقصود ماكو غير البك اذا هذا سهل الكتاب ما عنده مشاعر الكتاب مسبب نختار له اي ان جي اذا انا الطالب اقول له اطمن من تجيك نقطة والاسم واضح هنا لكن الطالب يدوخ مني جنة اي عاقل ارجع لي للثاني اي عاقل والفيلم غير عاقل هنا الطالب يدوخ هنا انا ماكو غير البك نرجع اي شنو حلها انو الاسم جوار القوس مباشر نختار لا اينج واللي قوي بالمعاني يعرف انو مواني المثير الفيلم ولي قوي بالمعاني او مواني لكم يعرف انو مواني نرجع للجملة الاخرى وزارية مكررة نحن كذلك جداً عندما سيارتنا عاطلة السيارة في الصحراء هنا المقاري المقاري المحافظة على الغيب صفات الشعور لقى وين لقى بروك لقى أكسات يعني لا يندخل لقى وين ركض على ينجي عبالة يزمنة الخطأ أولاً ذني أنا حافظهم شكلهم ذني ما المشاعر لازم أقرأ وشوف من صاحب الشعور لو المسبب زين هنا أنا إجتني وين قطعت الجملة لتدور وراها من عندك لعد؟ بس الوي خلص الوي عندنا مشاعر إحنا فشن الحل؟ الحل فريتنت خليل رقم انتبهوا إيايا انترستد شخص ممتع هنا أنا ل Common Person شخص شرحتك هى الصبور هى مثله He has lots of great stories قصص عظيمة رائعة to tell and he is very interested interesting person شوفوا هنا نهاية بها صعوبة أنه عاقل والبارسون شخص عاقل بس هو مو أسيم إجا وراء القوس مباشر مو؟ إجانا وراء القوس مباشر إذن آه ينجي وعالمعنى He is very interesting person التوضيح وراء هو شخص ممتع دائما يسولف قصص عظيمة إذن دا نحن عن مشاعره لو من أشوفه أنا أضحك وارتاح من أشوفه أضحك هو مسبب للشعور اكتب يام هالشخص مسبب للشعور هنا زين؟ يعني إذن الموضوع يتدخل بالمعاني هذا تمرينك والمثال اللي كتبتك ياما مايفلايت وأمثلة أخرى تلقاهن بالملزمة خلص موضوعنا موضوعنا جدا سهل إن شاء الله تبهوا يا عزيز الطالب الموضوع الثاني تمرين الحقيبة اللي هي بصفحة الصفحة اللي إحنا واصلي لها التاسعة تبهوا يا احنا على متسجل ملاحظاتك في الكراس انتبهوا يا عزيز الطالب adjective ends in ed and ing راح خلص adjective ends in full and fully صفات تنتهي بالفل والفلي هم ميزها هم تيجيك اختيارات من خربطوا يا هذا الموضوع اللي درسنا الآن أعيد موضوعنا الآخر بعدنا بلسنة ثري صفات تنتهي بالفل والفلي لازم يتميز ببيناتها تيجيك اختيارات سامعين بbeautiful he أو she is so beautiful أو بيوتفل اللفظ الثاني البريتش نحنا دائما نقول بbeautiful أنا American accent في اللهجة الأمريكية المهم يقول لك اتمييز موضوعنا الثاني بين الاجكتف and in full صفات تنتهي بالفل والفلي همين اختيارات عزيز الطال هم نفس الشي اختيارات ويريدك يتميز ببيناتهم طبعا البيج تسعة اريدك هسه انت تفكر اقول لك she is beautiful she is beautiful she writes بيوتفلي اريدك يصير بطل بعدنا ما قلت لك الاختيارات بالامتحانات طياتك جمولتين اريدك تفكر هاي شن فرقها عن هاي يعني هاي الجملة غلط اخلي بيها بيوتفلي هاي الجملة غلط اخلي بيها بيوتفلي الا الوال فكر طلع لي قاعدة انت بعقلك she is beautiful هي جميلة هاي اللي بنيها جميلة شكلها she writes beautifully she writes beautifully هي تكتب بجمال شن الفرق هنا شوكت يعني باللغة استخدم الام الفل وشوكت استخدم ام الفلي فكر وطيني جواب لازم فكر بعقلك هي بنيها حلوة هي تكتب حلو شوكت اخلي فل وشوكت اخلي فلي وصلت لك الفكرة يكن الطالب قل لي استاذ هنا انا ده تركز على يكتب صح تبه الالواي تصف الفعل يكتب doing something ده تسوي شي انت اذا الالواي شنو الصفة اللي بيها الواي بنهايتها تصف الفعل اسئلك سؤال ده نحكي على شكلها هاي البنية لو ده نحكي على خطها بالدفتر خطها بالدفتر كتابتها كلش حلوة يمكن هي قبيحة خطيئة زين بس ان شاء الله تطلعها محلوة زين اذا انا ده نحكي عن من عن كتابتها زين هاي البنية ايش ده نحكي عن من عن شكلها ده نوصفها هي البنية نصف الشيء او الشخص هاي صفة طبيعية حالها حال كل الصفات حالها حال بس الفرق ميزن بالتمريم الاملاهن مثل الفل والفلي اذا لح نكتب قاعدة وورا القاعدة لح نحل جملة يقول لك اختار بيوتوفل أو بيوتوفلي شين القاعدة عزيزي الطالب لح تكتبها ويايا ادجكتف انت انفل صفة تنتهي بالأفيو الصفة طبيعية هاي حالها حال كل الصفات باللغة الانجليزية تصف الاسم الشخص او غير العاقل نفس الشيء انت احفظ لي بس هاي كلش كاف تصف الاسم او احنا شنقول تصف الموصوف الشخص العاقل او غير عاقل ماكو مشكلة لا تخبط لي واذا نيش المواضيع من تجيك فل وفلي احلك ياه بسهولة جدا هس ادجكتف اندز ان فلي اي القاعدة الاخرى هاي صفة زائد الواي تعتبر هاي شينها هاي هاي اسمها حال عزيزي قبل شوية صفة هسه صارت حال الحال يصف الفعل الحال يصف الفعل تحفظها على الغير من هو الحال ابو الالواي بسه قولي ساد دختوا يا ذاك الموضوع قبله لا اختصرك ياه لقيت فعل بالجملة اختار الصفة ام الالواي مو يعني هو الالواي يصف الفعل اذا ما لقيت فعل اختار الفل ام ال بدون الواي يعني حتى لو انت دخت من هو الموصوف لتطلع الموصوف لتدوق روحك اعيد تجيني جملة اقول لك زنعيني اهنانا انت نقطة اجاك هذا الموضوع لازم تتذكر شغل انو اذا لقيت فعل اختار ام الالواي ما لقيت فعل اختار بدون الواي فهنانا اكو فعل بالجملة يكتوب يرسم يقرأ يسوق فعل تدسوف الشي ما اكو ستوري قص هذا المثال من الكراس ووزانه مكرف the story ما اكو فعل يعني اوصفها beautiful نفسه the story was a beautiful a beautiful a beautiful a written زين ويايا عزيز الطالب اختيارات ما اعرف معاني ماكو مشكلة ستوري مبينة قصة سهلة واسكانت اعيف لقواصل جملة انتهت لي هنا انا اكو فعل له ماكو رايت روت رتن التصاريف هذا فعل هذا اذا اذا لقيت فعل تختار الصفة ام الالواي كتبت بجمال القصة كتبت بجمال دا نحكي على الفعل زين انتبه ويا يا عزيز الطالب انطيك مثال اخر شي درايفز كيرفولي لو كيرفول نقطة هي اللي بنية هاي درايفز يعني فعل سهل مايجيب لك افعال صعب ودرايف يسوق تسوق بحذر اكو فعل لو ماكو اكو درايف يسوق بالمناسبة الافعال تدخل عليها لازم منها تريد يتميزها مرات اس مرات مجرد مرات اي ان جي مرات تصريف ثاني مرات تصريف ثالث هذني افعالي صحولي شي درايفز مع طول اكو فعل كيرفولي مثال اخر هي از كيرفول كيرفولي درايفر دربها لك من الايار سجلها يا امك انت لدرايف تحرفها يسوق درايفر هاي مهنة احذر المهن اسماء وصفه مهنة درايفر سائق ها السائق هو فعل لا مفعل ديشا درايف يسوق مثل درايفز احذر من الايار تيش يدرس تيشر احذر هاي لك خارجيات تيش فعل لكن تيشر مدرس هاي مهنة اسم تجابها للافعال ما لها دخل فانت اذا جاك ايار ترى هاي مو فعل لازم تحفظها اذا لقينا فعل بي اي ار هذا اسم اسم وليس وليس فعل هاي مو فعل لا يوجد فعل بهاي الجملة لا يوجد فعل اذا هو سائق حذر هي تسوق بحذر هي تسوق بحذر هي تسوق بحذر مثال اخر اخذ مساحتنا مثال اخر مثال اخر نحن نستطيع كنا جميعا نحن نحن نعيش نحن نعيش عزيزي الطالب نحن نحن نعيش بامان ري نقول معناها بامان 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 اكو فعل لو ما اكو فعل بالجملة عند اشوف نحن 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 اين تحيش فعل هذا اللي في أعيش لقيت فعل القاعدة شو تقول نختار الألغاية عزيز الطالب بالكراس انتبهوا إياي ركز لي على الكراس انتقلوا إياي تكتب ملاحظة أما تكتب يدرس في المنزمة هذا التمرين أو تسجل توقف الفيديو أنا فضل تسجل ملاحظاتك في الكراس وأنا موت بعدين سأدفتر خاص إليك ليش عزيز الطالب هذا التمرين قال ألف جمل خمسة تنتهي بالفل وتنتهي بالفلي نحن بالامتحان ما عندنا ألف جمل خمسة أو وحدهم ما عندنا فهذا اش تكتب عليه ملاحظة عزيزي اختيارات صفة ألوي سوري نرجع لك صفة هي صح كلامنا بس أريد أوضح لك أكثر أنه ملاحظتنا تفيدنا فترة المراجعة اختيارات صفة فول صفة فولي بس يتسجل ملاحظة تكتب القاعدة اللي كتبتك يا هاني على الصبورة توقف الفيديو وتكتبها وما يحتاج اضيف الأمثلة طبعاً اضيف هنا هنا بس ما لنألف ما نألف هنا احنا هو مطينا هاية بس أريد أوضح لك أن الصورة كانت جميلة صفة The story was beautifully written فعل زين؟ هاي نفس السنية على شكل اختيارات نفس ما خليت هنا أنا على الصبورة إلك ليه هنا أنا عزيزي الطالب انتهى لسن ثري اليوم عدنا لسن فور تقريباً خلصنا الجزء الأهم من القواعد لسن فور تفتح الكتاب ويايا اللي هو page تسعة في الكتاب لسن فور most smokers take it up as teen agers أغلب المدخنين بدأوا بالتدخين هم وكانوا مراهقين تبهوا يا عزيزي الطالب الدرس هنا يركز على المعاني teen agers teen agers مراهقين أنت تعلمت الطريقة مالتي نبلش بالكتاب بالدرس يلا ننتقل للكراس وللشرح إذا كان قواعد تعلمت أنه لازم الكتاب نقرأه نتقوى بالمعاني نصير أبطال لأنه يجي منا التسقيط يمكن وحده والباقي يمكن كله من الكراس عزيزي الطالب هنا هذا الدرس يقول أغلب المدخنين بدأوا take it up بدأه بالتدخين هم مراهقين ندر بها هذه المعلومة الله يتشفيكم الشر اللي يدخنون خليسدوا لهذا الدرس ما يفيدهم لا لا شاقة يجي بالامتحان أدري بك تدخن معلأسف طبعا زين شوفوا شقد مخاطر التدخيني هنا بل كالله يهديك وتعيفها للشقارة ياضي تبهوا يا البنات البنات انتا ما مقصودات هنا عدنا أرقام يقول عدك listening تسمعها وبالدرس ويا الأستاذ مالتك تضيف الأرقام احنا الأرقام ما نهتم لها لاني شغل وزاري وياك نهتم للمعاني يقول معلومات حقائق فاتس كل عام في حوال 1040 سموكارز في المدخنين سموكارز منهم المدخنين في المدخنين بالمملكة المتحدة يموتون من المدخنين شوف ده أشر لك مفردات يموتون بسبب الهبت هاي مفردة جدا مهمة عادة تسقيط نكمل المعاني أطيقها مثلا شون يجي تسقيط يا وافح أنت طالب سادس تعرف شون يجي تسقيط جملوا بها فراغ والكلمة ننزلها من فوق زين هنانا الرقم ما نهتم لأ احنا بس أكتب كي هذا تريد تحل على مدوياك المدرس بالصف المعلومة يقول حوالي 1140 ألف 140 ألف سموكارز in the United Kingdom المملكة المتحدة United Kingdom مو United State United Kingdom أريد معاني منك المملكة المتحدة يعني منه؟ UK مو مني UK بريطانيا العظمة United Kingdom المملكة المتحدة إن شاء الله واندي تروح لها زين يا الله وياي United Kingdom يموتون هل قد العدد بسبب عادتهم الهابت يا عادة عادة التدخين that's about حوالي 300 people every day هاي إحصائيات عندهم إحنا نمشي عليها ما عندنا مشكلة نقراها بلاحظة الثانية smoking من هو التدخين in Britain is highest يتراوح أو يرتفع in the 20 24 age group فئة عمرية age group فئة عمرية أكيد بين العمر العشرين والأربعة وعشرين الجملة البعض تبعوا ياي المعاني هسا أنا عدي أشوف أهم مفردة حالياً أشرناه habits عادة جديدة smoking التدخين highest ويايا highest يتراوح يرتفع it's illegal غير قانوني مهمة المفردة it's illegal غير قانوني to sell أن تبيع فعل لازم تعرف معناه cigarettes to children under the age of 16 تحت عمر ال16 هاي ممنوع yet 20% شوفوا شون الفضت هاي العلامة بابا هاي للطالب القوي اللي يريد يتعلم شون الفضتها هاي percent بالمية percent اللي يريد يتعلم ويتقوى وياي أقويك لغة وقاعدة ومعاني مو بس نأخذ مية إن شاء الله حتى لغة تتقوى وياي yet 20% 20% عشرين بالمية of Britons فراغ 15 year olds olds are regular smokers للأسف يعني هم مدخنين regular منتظم نقطة الرابعة more than 80% of smokers أكثر من 80% من المدخنين take up يبدأ the habit when they are teenagers من هم ومراهقين أكيد هاي معلومة مثل العنوان بس دي يقول لك عددهم 80% يبدأون بالهابت العادة when they are teenagers هم ومراهقين take up قلنا شنو يأخذ عادة التدخين أو يبدأ بعادة التدخين people who smoke a packet of cigarettes تبه أنت للدخن وهلك أبوكمك ما يدرون الناس اللي يدخنون packet of cigarettes packet of cigarettes packet of cigarettes a day باليوم die on average يموتون بمعدل seven years earlier أسبق قبل than people who have never smoked لم يدخن شنو معناها people who smoke a packet of cigarette a day أنت للدخن اسمعني بل كي تبطل الناس اللي يدخنون packet of cigarettes باليوم people who smoke a packet of cigarette a day die on average seven years earlier than people who have never smoked يموتون بمعدل سبع سنوات قبل الناس اللي ما يدخنون يتشفيك الشر إن شاء الله افتهمت القصد ما يعني إذا أنت مكتوب لك العمر ثمانين سنة زين قمت لتدخن قبلها سبع سنين تودع إن شاء الله ما يكون هذا الشي يلا انتبهوا إياي هاي إحصائيات علمية ما يعني أكيد العمر بيد الله يلا انتبهوا إياي زين وصلنا كل يوم في المملكة المتحدة أبراكسمتلي ده أقرأ على كيف أبراكسمتلي 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 تقريبا حوالي 450 young people من الشباب 451 زين under the age of 18 أبراكسمتلي قاعدهم معلومة ما كمشكلة ما عندنا كلمة قوية the British government هاي خاف تيجي تصطيق the British government تعرف شين government الحكومة الحكومة جامعة ريال مدريد رئيسا قالوا بنزيمة أدري بيكم أنا حافظكم ترى لأن بالصف بس أقول لها government يقول لي بنزيمة تعبونا يلا المهم عما تنسي هذا بنزيمة يلا the British government الحكومة البريطانية currently حوالي currently spends 10 فق around 30 pound million a year حوالي 30 million pound بالسنة on anti-smoking education الفضوية anti-smoking education أنا هاي كلش عدي المفردة مهمة أحبها campaigns خاف تيجي بالوزاري الهابت جائد خاف campaigns تيجي أعيد الحكومة البريطانية بريتش government currently spends تنفق تقريبا حوالي 30 million حوالي 30 million a year بالسنة بها ون طبعا on anti-smoking education campaigns حملات شنو campaigns الفضة وراي campaigns اكو حرف ما دا لفضة اردعوذك عن متحتة الفضة صح ها هو المادال الفضة campaigns اتجي مادال الفضة campaigns campaigns اذن بتصرف على حملات حملات شنو anti-smoking جمعة الحاسبات ويعرفون الفيروس فيروس anti-virus ضد مو نقول يعني anti-virus هو ضد الفيروس برنامج صفة anti-virus هنا اذن anti-smoking ضد التدخين هاي غير ضد يلا نا زين ضد smoking التدخين education حملات توعية او تعليم education احنا مجاننا بالتربية المدرسين مجاننا education التعليم المهم اذن هاي الفلوس البريطانية دي صرفوها على حملات توعية ضد التدخين كل هات في دني هاي المفردات احتمال هاي فراغو 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 anti-smoking education campaigns زين الفراغ السابع يقول افارذر 7 مليون احتمال هاي فراغو احتمال هاي فراغو هاي المعلومات حسب الاستماع زين الفراغو السابع 41 pound million is spent on measures measures تدابير خطوات measures مهمة هاي المفردة اذا هاي واحد واربعين من ذني الفلوس دا تنصرف على measures to help people give up smoking give up من اهم الافعال بالدرس اقلاع يترك التدخين give up smoking الاقلاع عن التدخين المعلومة الاخيرة more people in Britain اغلب الناس في بريطانيا die from smoking يموتون بسبب التدخين than from road accident اكثر من حوادث الطرق هاي احصائيات عندهم more people in Britain die from smoking يموتون بسبب التدخين than from road accident اكثر من حوادث الطرق poisoning التسمم هذا مختصر AIDS مرض AIDS الله يشفيكم الشرق acquired immunity death deficiency syndrome هذا مختصر طبي ما لكم دخل به المهم اذا ذني المعلومات poisoning التسمم accident حوادث الطرق اذا تسقيط انتبهوا يا عزيز الطالب قلنا يجلنا في سؤال التسقيط مثلا نحل لنا كم جملة انا محضر لك ملزمة التسقيطات مع الملزمة الاساسية poisoning chino معناها تسمم ها غير تسمم يلا ويايا illegal غير قانوني teenagers مراهقين يفضل انت موقف الفيديو قاري المعاني زين وبلشت بهن يفضل زين تقراهن يا الله تحل هذا التمرين habit عادة average معدل approximately حوالي تقريبا highest يتراوح measures تدابير campaigns حملات نحل لك ثلاثة بس مثال لك عنهم تروح تشتغلهن انت حسب قراءتك للدرس ما يصرح لكيان كلا every year around 1400 smokers in the united kingdom قرأناها بدأ أحكيها بسرعان حوالي 114 ألف من المدخنين باليونايتد كندوم بالمملكة المتحدة داي يموت from from هنا بسبب يموت بسبب يموتون بسبب شنو لو أكو سموكينج نأخذها بس هنا تيجي شنو their habit عادتهم habit their habit سموكينج نأخذها بسرعان نأخذها بسرعان نأخذها بسرعان نبيع تشوف إحنا وين واصلين هاي الأسئلة والأجوبة هي القطعة ليست تحفظ هذه السنة ما داخلها بالنسبة للوزاركة يعني سؤال وجواب بس معاني للتسقيط فتترك هذا التمرين اليوم عندنا موضوع قواعدي جدا مهم وتمرين عليه في صفحة داعش زين تبهوا يا عصبورة عزيز الطالب موضوع قواعدي أساسي عندنا يا الله phrasal verb الأفعال المركبة الأفعال المركبة موضوع جديد سهل درجة مضمونة عندك درجة مضمونة إن شاء الله تقرأ التمرين كامل تيجي جملة من عنده كل سنة بالوزاري فأنت لازم ضابط درجة مضمونة موضوع القواعدي الآخر اسمه طبعا إحنا هسه lesson 4 موضوع القواعدي phrasal verbs الفعل المركب زين شنو الفعل المركب؟ ركزوا ياه verbs الأفعال المركبة أترجمك ياه متحفظة الأفعال المركبة تدري بياني أركز على اسم الموضوع مو بس أقرأ قاعدة طالب يقرأ قاعدة ويحل بتمرين وعبر أرجع ما اسمه موضوعي؟ أنا مو دي سرعة دي تركيز وتمييز أنا من شنة طالب بالسادس أتذكر الصفحة وين هاي الجملة رقمها أتذكرها شكلها أتذكرها من كثر ما أقراها زين فأنت لازم اسم الموضوع تذكره phrasal verb الفعل المركب عزيزي الطالب هو فعل زائد حرف جر ستقول لي شنو يعني اليوم أكثر الأفعال مرت علينا الأكثر واحد take up مر علينا take up وgive up هم مر علينا هذا شنو هذا يصبحوا لفعل مركب باللغة الإنجليزية يقول متكون من فعل وحرف جر هذا شكل شكل الفعل المركب شنو فعل وحرف جر شنو المطلوب من عندك شنو المطلوب لازمنا ولا شي زين جملة نهايتها مبعثرة مخربطة ويقول لك رتب ترتيب order احنا احنا السادس كلها ما بي order غير موضوعين هذا موضوع في unit 6 ان شاء الله ذكرك بالمبني المجهول موضوع هم تيجي order على مدن نعزلها بعقل هذا الموضوع يجي على شكل جملة مخربطة ويقول لي order رتب او ري رينج نفس الشي رتب اذن من واجبك يقول تعرف الفعل موقع المفعول به وياه بالجملة بس هاي موضوع جدا مصد لان اذا عرفت موقع المفعول به لحترتبها صح زين فأنت هنا لحكتب لك امثلة اريدك اتركز واطلع لقاعدة اقول لك turn off the lights اطفي light وياه عزيز الطالب turn the light off صح صحيحات ركزوا اياه اتطلع القاعدة صر ذكي turn it off طفي صحيحة turn off it جملة خاطئة في اللغة الانجليزية جملة خاطئة في اللغة الانجليزية اقول استاذ شلو المطلوب دخت باوعني عزيزي turn off هو موضوعنا الفعل المركب لان هي مو بس up هي مو بس up من حروف جر زين عزيزي من حروف جر in at on up off زين عاني down ذني اللح تحتاج هنا بدر ساك ذني ش اسم هن ذني شن حروف جر يجي قبل هن فعل زين من يجي فعل وحد من ذني موضوعنا اسم الفعل المركب هس يجان turn off هذا فعل المركب وين اهن انا turn off يقول ذني جملتين صحيحات عزيزي هاي الباقية هي ال object زين هذا الباقي هو object هذا المفعول به هاي مفعول به ركزوا يعني يقول ذني جملتين صح مرتبات صح turn it off عزيز الطالب هذا ال it هو ممير مفعول به turn off it هذا ال it هو الضمير المفعول به هو هم مفعول به يقول هاي جملة غلط ترتيبة طلع قاعدة فكر ليش ذني الثلاثة صح وهاي غلط شلحد يقول لي يعني شون نرتب الجملة إذا تجينا مخربطة انت فكر وطلع قاعدة اكو جماعة عرفوا انه هذا شنو ال it ال it شيعتبر ضمير وال light شيعتبر اسم إذن القاعدة أسهل منها ماكو يقول الاسم بالترتيب يتخلى بعد منه 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 حرف جر يقول الاسم يصير بعد حرف جر ويصير لأن قال لك صح آني ويصير قبل حرف جر هاي القاعدة لكن ضمير المفعول به كم مكان إليه كم مكان واحد وين قبل ال off يعني قبل حرف الجر هنا أنا وين خلى ورا حرف الجر هاي غلط ما يصير أبطيك غلط عليها بالامتحان إذن لح تجيني بالامتحان جملة يقول لك وين did you it give up كم حل تنحل أولين لحيقول لي order رتب رتب أجي شنو هذا رتب أنا ذكر بالإنجليز بالكتاب مالتي موضوعين الأفعال المركبة والمبني للمجهول هاي الأفعال المركبة من بين من give up هذا فعلي المركبة شي جاني ويا ضمير لو اسم ضمير سأقول السادة أنا الضمائر ما أعرف نرجع لك نرجع لك للابتدائية ليس للمتوسطة الضمائر عزيز الطالب ضمير المفعول به him hair them it us us you ذني شسم من عزيز الطالب ضمير المفعول به لا تخربط ذني شنو حروف الجر ذني شنو ضمائر المفعول به هسه إجاق ضمير لو اسم ضمير القاعدة ش تقول تقول لازم الضمير قبل حرف الجر تعيد كتابة الجمل when did you give it up حل واحد give it up هو الحل الصحيح ما يصير تخلي الـ it وراء الـ up يطوق غلط إذن ركزوا شن القاعدة اللي يريد يكتبها أنا طيبتك طريقة إنه شن أتميز أنت طلع القاعدة بس سنكتب قاعدة من يجيني order للفعل المركب شنو ملاحظتك اللي حنكتبها نقول المفعول به شن يجي شكله شن دي يجيني شكله لو ضمير لو اسم تبه وياي الضمير منه قلنا it them hair him them us you them هنا أنا ذنني عزيز الطالب القاعدة تقول شرط المكان قبل حرف الجر من إنه حرف الجر off in at كتبت لك هواي حرف الجر down on زين عزيزي هاي القاعدة ما لتك تقدر تسجلها على الكراس أو في دفترك إذا المفعول به ضمير شرط مكانه وين قبل حرف الجر إذا كان اسم المكان قبل حرف الجر أو بعده ماكو مشكلة بس أقول لي الساد شنها حل حلين إيه تحل حلين للإحتياط هو أصلا مرة واحدة إجي اسم شنس شن يجي اسم نعفسها هاي جملتنا when did you smoking التدخين give up رتب order or rearrange give up هذا فعل مركب والsmoking ضمير من الضمار لو اسم أنا حتى لو ما عرف اسمها ما عرف أميز الأسماء من معناها ما عرفت المعنى إيه بس موذن سهلات الضمار إذا ما إجتك ضمير يعني لحي يجي غير شي الاسم الاسم وين ينحل عزيزي الطالب حلين when did you give up هذا فعل المركب السموكينج يصير وراها ويصير حل ثاني ويصير حل ثاني سموكينج up ليش هو القانون موقع المفعول به الاسم مع الفعل المركب بعد حرف الجر يصير وقبل حرف الجر يصير لكن إذا ضمير شرط قبل حرف الجر هذا أساس الموضوع لحنا أخذ التمرين ونرجع نطيك إش غير بالوزارة مرة مرتين غير بالمناسبة اللي داي يجي بالوزارة عزيزي الطالب هو الضمير ليش لأن أنا متحل واحد بالتصحيح مرة إجي بالوزارة اسم تقدر تحل حلين تطي تحل حل واحد إذا براحتك فانتقل ويايا للكراس يعني المعلومة جدا بسيطة ما بيها المفروض أنت عزيزي الطالب تحل ورايا ورا متخلص بالكراس تحل بيدك تحل التمرين وحدك تختبر نفسك مو بس ويايا تبه ويايا هاي تجيني بالامتحان order order رتب تبه عزيزي الطالب can you تنزل turn on can you turn ركب تلفجين هل هو من it will him with them لا هذا اسم هذا إلى حل ورا الان يعني كمان هيا ننزل can you turn on the television وكو حل ثاني can you turn the television on ركزوا يا can you turn on the television وين خليه ورا can you turn the television on on حرف الجر منه الان هو حرف الجر نجيل الثاني I have already turned on it ضمير لو اسم سيقول لي ضمير الضمير كم حل حل واحد I have already turned it on حل واحد الضمير قبل الان قبل حرف الجر هس أنا بطيتك القاعدة العلمية لح أطيك شغلة مختصرة إلك هذا الموضوع ماذا يجيك ضمير او اسم خليه قبل حرف الجر هاي المهم انت تعرف هاي مرتبة أنا اجلاء أقول لك يجيك ضمير خليه قبل حرف الجر جاك اسم خليه قبل حرف الجر قابل غلط هو عود الاسم ده يقول لك حل حليا بالكراس انت ذا حلتها حل واحد صح بالوزارة إذن أعيد مختصر هذا الشرح كله يجياني فعل مركب مثل give up بالقوس اش موجود ضمير أو اسم وانا خلي قبل حرف الجر ضمير أو اسم هاي هذا مختصر الموضوع زين بس هنا نحل احنا عنا مجد نتدرب يلا smoking is terrible you should give up it give up هو الفعل المركب will it هو الضمير سجل اجاني ضمير القاعدة تقول شرط قبل حرف الجر اجي اعيد كتابة الجملة smoking is smoking is trouble you should give لاحظ احنا عنا الحد شي هادا كله نزلنا ات ات اب وين خليت الات وين خليتها بنحليت قبل حرف الجر حل واحد نجي when did you take up stamp collecting شوي لدو خبهاية take up هو الفعل مالتك موضوعك اش اجي بالاختيارات وراه اجي ضمير ما اجي ضمير هادا اسم مركب طويل على مودي غلطك مالي دخل عزيزي اش يجيني هادا كله كلمة وحدة وين يتخلى قلنا يجيني اسم او ضمير يتخلى قبل حرف الجر فتيجي تحل when did you take take تنقل لي stamp collecting جمع الطوابع اذا تريد تترجمها جمع الطوابع هاي احدى الهوايات والأب شنو نسيتها اذا نسيتها راح الحل مالتك عزيزي الطالب اش خليت الاسم وين قبل الأب وين خليت الضمير قبل الأب لكن هاي يرهم لها حل ثاني اللي هو وين وانت حر حل واحدة او حلية did you take up stamp collecting وين خليت stamp collecting بعد الأب هنا قبل الأب لا اين اسم يرهم انت لدى واخروهك حلي بس هذا الحل انو شي جيني ضمير او اسم خلي قبل حرف الجر زين وصلنا النقطة السادسة انا احب هذه الأحذية فاني احب هذه الأحذية can i try on them وين فعل المركب فعل زائد حرف جر try on اذا نجي ندور هذا شي جيني انا اخلي قبله اللي هو ضمير هذا can i try them them on حل واحد can i try them on them خليتها قبل حرف جر اللون شنو حرف جر نجي للسابع can i can you sorry turn down ترى هذا حرف جر خاف ما تحفظه لازم تحفظ ليانا كتبت كابة صبورة down حرف جر هذا فعل مركب فعل وحرف جر شي جيني وراها اخلي قبل على مود ما دوق طبعا الميوزيك اسم هي ورحة اذا can you turn او لا خلينا على الواننا على مود ما دوقك can you turn the music down down ونخلينا قبل حرف جر شي جيني نخلي قبل حرف جر شي جيني نخلي قبل حرف جر ضمير او اسم مختصر التمرين شي جيني اخليه بتقول لي السادي ينحل حال ثاني ايه ينحل حال ثاني can you turn down the music شي اسمه موضوعنا شي اسمه فريز الفرب الفعل المركب جملة الاخيرة ال 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 يعني i will turn down هذا فعل مركب turn down down it ات اجاني turn وين العصد المفعول به لات تتخلى قبل الدعم انتبهوا اياه احنا لازم مرات هو دائما هذا يجيب الوزاري مرات شوية يغير انا غير فاهمة فالكتب لك مثال تتكتبه هنا انا على كراسة تتكتب ليها مثال اضافة ذني انتبهوا اياه هاي نسويها رقم تسعة علموا تعرفوا الطريقة can i try on them هذا مثال وحيدة رقم تسعة اختيارات can i try them on اه عزيزي هذا وين اجيه هذا اجي في سؤال الاختيارات احنا شغلنا كله بالفرع اي بالقواعد بني يقول لي order ارتب ارتب على القاعدة اهنا انا بسؤال الاختيارات داي يقول لك يا جملة مرتبة صح هل هي try on them لو try them on فكرة ذكية وحلوة وزارية مكررة انت ش تقول تجي تحلل try on هذا حرف جر لو مو حرف جر حرف جر هذا فعل مركب زين them them ضمير لو اسم ضمير يصير مكان الضمير بعد حرف الجر جاوبني يصير الضمير الـ it والذام والهير والهم زين واليو والاس يصير بعد حرف الجر شو تقول ما يصير هذا الترتيب خطأ الصحيح منه them قبل الـ on try them on هو الخيار الصحيح اذا نتحللها على كيفك منه حرف الجر منه المفعول به اللي هنا أنا خلصت امريننا الحمد لله تبهش لح يجينا وراه عزيزي الطالب ازين بالكراس البوادئ اليوم انخلصهم وينتهي درسنا المحاضرة تنتهي تبه عزيزي الطالب في سؤال الاملاء موضوع جدا جدا مهم البوادئ prefixes ركزوا إياي في سؤال الاملاء ده نحكي إحنا زين فسا تقول لي شنو سؤال الاملاء إحنا سولفنا سابقا وياكم أعزاء الطلاب سؤال الاملاء رجع عنا ما الثالث متوسط من نضيف إضافات من تصاريف مختصرات اش أخذنا في unit 1 انتبهوا إياه على الصبورة اش أخذنا في unit 1 سؤال يتعلق في الاملاء أخذنا أنا أذكرك ما للجوينت المفاصل قلت لك تحفظها على الغيب زين إذا تتذكر المفاصل زين المفاصل من شنن نقول رايت أو one joint in the arm مفصل باليد وطيك حرف أس تقول لي shoulder إذا ذكرك بس إذن أهم شغلة أخذناها ب unit 1 بسؤال الاملاء هو المفاصل تبهوا يا عزيز الطالب سؤال الاملاء فرع الاملاء فرع هو من فرع المعاني خمس درجات في الوزارة أذكرك ب unit 1 بالنسبة للسبالينج سؤال الاملاء خلنرجع قبل ما ندخل بموضوع ناش أخذنا أخذنا joint المفاصل يجن في سؤال الاملاء بعد مرت علينا شغلة تصاريف تصاريف الأفعال من نقول لك see so fly فراغ تراجع لك هذا اسم سؤال الاملاء هنا انا يا تصاريف ثاني لو ثالث ثاني فاني لازم أعرفه في اللون وليس في اللون تراجع لك سؤال الاملاء ايش يجي بي بالنسبة ل unit 1 زين ميالي التصاريف آخر ورقة بالملزمة يومية تحفظ لي خمسة عندك واجب ما عندك واجب تحفظ لي خمسة زين تبهوا إياي أخذنا الجوين تراجع لك يجيك بالامتحان مثلا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية مثلا بالامتحان أقول لك joint in the arm دا راجع لك وحط لك حرف اس انت تذكر الحل هو shoulder لأن بحرف الاس اليوم موضوعنا prefixes البوادئ موضوعنا اليوم إن تقدر تضيفها هنا البوادئ البوادئ مال يون والآين مرات عليكم هواية كل سنة بس أنا موضوع تميز بريفكس البوادئ كل سنة تمر علينا happy unhappy الصار بها الصفة happy كل مرة تمر علينا هاي من الثالث متوسط تقريبا من المتوسطة unhappy healthy healthy unhealthy وصار بها من المضافة صارت opposite معاكس سعيد غير سعيد healthy صحي unhealthy تدرون كفود healthy وكفود unhealthy وانتم ما شاء الله رايحين على unhealthy قبل زين وأنا هم منكم بس شوية دا نحافظ إن شاء الله يلا تبهوا وياي هذا موضوعنا البادئة تجينا في سؤال الاملاء شلون تجيك ينطيك مثال مثل هاي أنطيك happy unhappy ركزوا وياي شون يجيب الوزارة قبل ما ناخذ القاعدة happy unhappy polite فراغ أنا أنت من المثال عرفت الموضوع هو موضوع البوادئ زين شلون إن كل شي هو هي الصفات باللغة الإنجليزية ركزوا يا أيا لها نطيق قاعدة لثلاثة والباقيات تحفظ المال التمري القاعدة باللغة الإنجليزية يقول البادئة عزيز الطالب انتبهوا وياي الام لكل صفة تبدأ بحرف P أو M تحفظ لي على الغير هذه طريقة ناجحة هي قانون باللغة الإنجليزية مثلا polite M polite تبهوا إياي مثلا polite بمن بادئة بادئة بالP فلازم تنحل شنو طبعا هاي القاعدة رقم واحد كل صفة تبدأ بP أو M ش تخلي لها I am moral مثلا moral بمن بادئة بالM فلازم ش تخلي لها I am immoral moral immoral polite مؤدب impolite غير مؤدب moral أخلاقي immoral غير أخلاقي نجي عزيز الطالب اثنين البادئة I L المن برأيك لكل صفة تبدأ ب L حرف L لتبدأ بالL خلي لها I L مثلا تجيك بالامتحان Legal ش لح تسويها انت؟ لح تسويها illegal غير قانوني قانوني غير قانوني لأن بادئة بالL الضيف IL هذا قانون ثلاثة الإضافة IR المن لكل صفة تبدأ بحرف شنو؟ يمكن عرفت اللعبة انت R زين؟ مثلاً regular شو صير لان بادئة بالR؟ نصير regular منتظم غير منتظم شوف IR ويالR IM ويالP IM ويالM تحفظ هنا على الغير حفظ هذا قانون في اللغة الإنجليزية تبه وياي لكل قاعدة شنو؟ شواف زين هاي القاعدة بها شواف IM عزيز الطالب IM ضاع السهم فس هاي مو قاعدة كل صفة تبدأ بP أو M شن خليلها IM عدا تبه وياي popular بمن بادئة بالP شو صير؟ Unpopular ليش ماكو ليش؟ فانون هذا هاي الكلمة مالها دخل بالقاعدة تحفظها على الغير صفات ومعاكساتها pleasant مو بتهج مو بتهج بمن بادئة؟ بالP المفروض شنو؟ شن قصديانة عدا؟ البلP قاعدتها شنو اللي تبدي بالP كل الصفات اللي يبدئن بالP شون عكسن؟ بالIM عدا من بو بم تبدي بالماتورة مو بتهجبِSí كم صفات ومتابعة مرات am the P تدرخ ليههن ذنّي الثنين بيكررهن بالوزارة Un Unpleasant إذّن ذنّي شواف قاعدة آي أم شون تجيب الامتحان واضحة قلت لك مثلاً happy and happy أو healthy unhealthy اهنان شا سوي لعبك popular فراغ الطالب لقى بي ركض على اليمن على آي ام البي دائما شنو قاعدتها آي ام ما حافظها شاذة خطية لا انت حافظها popular شاذة تاخذ un un popular زين نقطة رابعة شو بخاعدنا un i an كلغة باللغة الانجليزية ذاني حفظ ماكو قاعدة انا شا اقول لك حفظ صفات الكراس هنما ما بيهن قاعدة ما يصر اطيق قاعدة اكو بعض الاخوة يطون الكلمات اللي بالكراس يقول لها بيها سيل بيها آي يعني حسب تمرين الكراس بس كقانون باللغة ذنية الثلاثة واليون والآية نحفظ مال الكراس وهذا الصحيح يجنى في سؤال الملاء فاذن واجبك باتشر صار شنو نحل بني اللي هنا يجنب الوزارة دائما ويا الكراس عزيز الطالب زين انتبه لي واجبك شنو صار اول خطوة عدك خمس تصاريف انت المحاضرة الاولى المفروض ما غد بها خمس المحاضرة الثانية خمس تصاريف المحاضرة هاية لازم تحافظ خمس تصاريف من الجدول تم تهن نفسك في دفتر الواجبات في دفتر الواجبات دفتر الامتحانات اليومية ودزلنا نحن نخصص لك رابط واللجنة وياه يصحح لك ودزل لك وأنا أشرف عليها أكيد أهم واجب عندك تحفظ لي تراجع كل شيء أخذنا تراجع شنو بدون الفيديو تقلب بالكراس والكتاب تراجع وتحفظ لي ذني املاء ذني تسجل عليها ملاحظتك عزيزي املاء يعني يجن في سؤال املاء أولا لامثلة شوف أكو حفظه بس دني خطيئة ما انتبهوا للامثلة الامثلة هابي صايرة ان هابي حفظها على الغير popular هاي شاذة المفروض i am بس هي شاذة تنحفظ intelligent يوان ذكي unintelligent غير ذكي دربالك هاي بدون قاعدة من البدون قاعدة هاي وهاي لين يوان زين أنا ذني أنطيتك يا هاني الامثلة زين انتبهوا يا expensive تحفظها صاير بيها i am حفظ على الغير ماكو قاعدة expensive i am possible هاي إذا أجدت أنا ما حافظها عادي قاعدة البيش تاخذ i am ماكو مشكل legal إذا أجدت ماكو مشكلة قاعدة حافظها illegal regular إذا أجدت أنا شحافظ القاعدة ال r ir نجي لتمرين correct عزيزي الطالب incorrect المدرس ده ينطيك الحال تحفظه ما بيها قاعدة المoral أسئل لك سؤال حفظ له قاعدة قاعدة كل أم i am fair تحفظ لياها على الغير unfair fair زين عيني efficient كفو i n تحفظ لياها على الغير ما بيها أي مجال زين نترجم لك correct صحيح incorrect غير صحيح moral أخلاقي إذا تريد تستفاد المفردات immoral أنا أفضل تحفظها in English ما لك دخل بمعنى هاي fair عادل unfair غير عادل efficient كفو inefficient fortunate fortunate محظوظ لازم تحفظ لي الخامسة un unfortunate غير محظوظ أنا دع أنطيك الأصل أنت تعرف unfortunate غير محظوظ تحفظها على الغير patient صبور عزيز الطالب بال p أحفظها لو قاعدة قاعدة ال p اشتحتاج i am إذن قنأشر اللي حليناها نعي القاعدة اللي ما ما نحفظها على الغير هاي ما أحفظها على الغير من وبعد حليناها على القاعدة هاي ما أحفظها على الغير هاي بها قاعدة نكمل usual طبيعي unusual ما رأى علينا هاي usual unusual usual unusual polite مؤدب بمن بادية بالp un polite غير مؤدب هم لها أشرها هاي قاعدة ما يحتاج أحفظها أحفظ الباقيات healthy صحي unhealthy غير صحي هاي تعرفها مرة عليك polite مؤدب dependent من المفردات المهمة independent independent مستقل غير مستقل نحفظها convenient inconvenient موثوق يعتمد عليه convenient inconvenient pleasant بمن بادية بالp لكن للأسف هاي شنو مو قاعدة هاي شاذ فلازم تميزها شاذة من قاعدة منو من قاعدة الام شاذة هاي كل p لازم اام البلازن تحفظها هي ومنو اعيد لك popular هميان يوان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة